يعني طبعا مش عيب ان احنا ننتقد واحنا يعني كذبانين وكذبانين كويس اوي بس انا عايز اقول ان في بعض الهجمات المرتدة اللي بتتقطع في نص ملعبنا وبتتلاعب اذا كان محمد عامنا اللي بيجيد الحتة دي بيديها الواحد فاضي في نص ملعب ناد الزمالك احيانا كتيرا عمر كان بيبقى فيه زيادة عددية من نادي الاهل على ناد الزمالك فكان المفروض يبقى فيه الرتمة اسرع من كده الرتمة اسرع في الترت الاخيرة عشان تخلق فرصة لان انت خلاص دي مرتدة وفي نقص عددي لازم تستغلها كويس ان اما بتلاقي بطء شوية على بال ما حد يتحرك او البطء ده بيرجع الوضع تاني مش حضرتك كابتن محمد مع كابتن هاني قلت ان احنا ما استفدناش من عدد الفرص اللي تم وجودها في مباراة الوداد خلي بالك يا عمر مش عدد الفرص انت كمان المفروض كنت خلقت فرص اكتر ده اللي بيكلم عليها يعني ساعات كان فيه مساحات كبيرة جدا جدا في وسط الملعب وكان فيه شوية هدوء يعني كان ممكن المساحات دي تستغل افضل عشان تخلق فرصة كان عندك فرصة انك تخلق فرص التهديد اهدافها ايه؟ اهدافها ايه؟ لان زيادة عددية انت بتوصل لمرحلة ان واحد بيبقى هو وجون انفراد ثلاث اهداف وتمم فرص احسين الشحات فرصتين كهربا فرصتين برستاوك فرصتين افشة فرصة غير الثلاث اهداف احنا كمان معنا دكتور احمد بايومي هيقول لنا برضو الارقام والاحصائيات مهمة جدا ادخلنا في سؤال الكابتن هاني طبعا ليه ما كسبش خمسة وستة وسبعة وثمانية فماتش ازادها طالما انا قادر ليه لا قدر الله؟ كابتن هاني ضحك انا عجل لاني خلي بالك زي بتكلم يا عمر على مش هقول بقى يعني الفريل او لا صقافة حتى المدربين بالنسبة لقطاعات النشئين بيتعلم الولاد ان هو يا اتنين صفر كويس اوي وابدأ نقفل احنا كاسبانين اتنين صفر مفيش حتى بنعلم الناس او صقافة ان انت طالما قادر تكسب اربعة وتكسب خمسة وتكسب ستة ويومك 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 خلي بالك احنا كاسبانين ثلاثة صفر الشوت الاولاني لكن القرى مقلبة ضرب الجزاء بقت ثلاثة واحد ممكن جدا هاجمة ثلاثة اتنين كابتن قلت نداي وكرة اللي تعزيزه انت دخلنا في حتة تاني تلخبط لك الدنيا واتقرب المساقات واتبرجلك الدنيا حد اكتل حلوة المكسب طبعا بيقل خمسة تلاتة كنا كاسبانين اربعة صفر وبعدين خمسة واحد وبعدين خمسة اتنين وبعدين خمسة تلاتة فالامور حتى اه كاسبان خمسة تلاتة وكاسبان نتيجة كبيرة ولكن حلوة المباراة راحت منك وبالتالي انت دي لازم تكون موجودة وصفافة لازم تكون موجودة وانا يمكن قبل ما نخش هوا بكلمكم على المانيا المانيا في كاس العالم كسبة البرازيل على ارضها كام سبعة سبعة يعني وبتكلم في كل خمسة دقايق بيجيبوا جون ما اكتفعش المنتخب الالماني بعد ثلاثة سفر او اربعة سفر انه يحافظ بقى ويقفلوا البايرن كبتنهاني مع برشلونة البايرن مع برشلونة احنا بنتكلم في رقم عمره ما نتخيل ان برشلونة تقصد رقم زيلا؟ تمانية بتقصد تمانية وبالتالي الصقافة دي لازم يكون موجودة ومش يعني ما بننتقدش العيبة قوي في الحتة دي لكن بنتكلم دي صقافة عامة في الكرة المصرية انك لو قادر قادر لازم تجيب الثالث والرابع والثالث والثالث ساعة يا كابتن هاني انا هممني بس في الجزئية دي برضو مركز عليها ان انت لازم تتعود تجيب اهداف من انصاف فرص لان انت في ماتش زي ده جالك كتير وتشعر التانية في بطولات لسه دخل عليها اجمد وكاسعالم اندية ما بيجيلكش الفرصة اثنين ثلاثة لازم تستغلها انا فكر ماتش ريال مادريد جات لنا تقريبا فرصتين ثلاثة اراحوا انت بتلعب الريل ما دفش افشا عبدالقادر مرتين ما بتجيلكش تاني وماتشات اهل وزمالك فرصها قليلة فده اللي انا اقصده بالضبط ده اللي انا اقصده لان التمرين في التمرين مهما تمرنت عجون وانفرادات وكده مش هيبقى زي المباراة في مباراة كبيرة زي اهل وزمالك فانضغط العصب اللي انت فيه طبعا طبعا يعني تبقى خلاص انت لان كرة فيها برضو عمر تعود يعني انت فاهم ازاي واحساس بالمكان انفرادة لان فيه لعبة زي وتلعب دور ممتاز وبتتخدم الانفراد انت حضرك قلت نقطة هي دي اللي تنطبق على شريف ايو قوة الباص اللي عامله ديانج لا يمكن ياخد قرار غير ان يوقف ويعملها على مراتيه انت بتكلم في نقطة مهمة فنية كبيرة جدا انه هو انت عارف لو الباص ده خف شوية حيطار يوقفها عشان يعملها خلاص وقفها خلصت فكمان قوة الباص ساعت ان الباص قوي لا فيه اوقات معاينة لازم يكون الباص قوي وفيه اوقات معاينة لازم الباص يبقى أقل شوية أقل قوة وخلي بالكوا كمان التمركز مهم جدا يعني شريف كان واقف بزبط في تمركز متميز وقال يو ديانج حطها له دي هالي من سمات رأس الحرب الكويس كانوا كبتن انه هو التمركز بتاعه ازاي يحط نفسه في مكان في التمنتاشر لاني التمنتاشر مش بتاعة نص ملعب صحيح طبعا هنتكلم مع حضراتكو لسه عندنا تفاصيل كتيرة وهنتكلم كمان عن المباريات اللي دلوقتي شغالة في الدور المصري واصراع البقاء في الدور الممتاز لكن خلينا نستقبل نجمينا لدكتور أحمد بيومي محلل اشتركوا في القناة